اهلا وسهلا بكل متابعين ومتابعة الفيزيون اليوم السابع في كل مكان في هذه التغطية الخاصة المتعلقة بالأحوال الجوية وحالة التقص خلال الساعات القليلة المقبلة بتشهد البلاد منذ عدة أيام تقص متقلب على مختلف محافظات الجمهورية كما شهدت بعض المناطق من القاهرة والمحافظات سقوط أمطار متفوتة الشدة وهي عادة فصل خريفة الذي يتسم كل عام بالتقلبات الجوية من رياح وأمطار وأترباء وشهدت أيضا حالة التقص خلال الأيام القليلة الماضية تغيرات مفاجئة ما بين معتدلة إلى مائلة للبرودة مع سقوط أمطار ورياح محملة بالأتربة وهو ما جعل قطاع كبير من المواطنين يهتم بمعرفة حالة التقص من أجل التقطيط للأنشطة اليومية وكمان ارتداء الملابس المناسبة لحالة التقص في هذا الصدد بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأربعاء انخفاض في درجات الحرارة يسود تقص مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد وطيف في أول الليل مائل البرودة في آخرها على مختلف الأرحاء كما أن هناك توقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق نتيجة تقاصر الصعوب المتوسطة ورعدية ستمتد فرص سقوط الأمطار إلى الوجه البحري ومتوقع أن تزيد فرص سقوط الأمطار الأربعاء مع زيادة انخفاض في درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 25 درجة مئوية وذلك نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في بطبقات الجو العليا مع منخفض جوي سطحي في البحر المتوسط ونوهت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالحذر من سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى المناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار بالنسبة للقاهرة الكبرى فهناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% وهي أمطار متفوتة الشدة بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ده فضلا عن تكون الشابولة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وكمان الطرق المهدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سينا لو جينا نتكلم عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء القاهرة العزمة 26 درجة والصغرة 19 درجة الإسكندرية العزمة 23 والصغرة 18 درجة مرسى مطروح العزمة 24 درجة والصغرة 17 درجة سهاج العزمة 19 درجة والصغرة 17 درجة وقنى العزمة 29 درجة والصغرة 18 درجة وأسوان العزمة 30 درجة والصغرة 19 درجة دي كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بحالة التقص الأربعاء وإلى هنا تنتهي نشرة أخبار التقص واشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابق